موسكو وكييف تتبادل الاتهامات بشأن قصف محطة قطارات كراما تورسك والقوات الروسية تنسحب بالكامل من شمال اوكرانيا موسيقى الاتحاد الاوروبي يفرض حزمة خامسة من العقوبات على روسيا ويجمد تسعة وعشرين مليار يورو من الاصول الروسية موسيقى ونتابع في فرنسا الحملة الانتخابية تضع أوزارها قبل يومين من الانتخابات الرئاسية موسيقى أهلا بكم مجددا أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية ضمرت مركزا لتجميع وتدريب الجنود الأجانب قرب مدينة أوديسا الأوكرانية في وقت قالت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بشكل كامل من شمال أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا كما تعرضت سومي وخاركييف لقصف متبادل بين الطرفين التطورات الميدانية بأوكرانيا في يومها الرابع والأربعين تفسح عن قصف طال محطة قطارات بكراماتوسكا بيدونياتسك كانت تستخدم لإجلاء المدنيين مخلفا مقتل أكثر من ثلاثين شخصا طرفا الحرب سارع لتبادل التهم وتحميل المسؤولية للآخر عن الواقع في وقت تشير تقارير إعلامية إلى انسحاب كلي للقوات الروسية من مشارف كييف إلى الأراضي البلاروسية المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال بأن الانسحاب كان مبادرة لمواصلة المفاوضات الثنائية المعارك لم تتوقف أيضا في ماريو بول جنوبا خاصة حول مصنع أزوفستال آخر مكان تتحصن فيه القوات الأوكرانية في حين تقول القوات الروسية أنها سيطرت على معظم أجزاء المدينة المحاصلة منذ أسابيع في مسعى لإخضاع كل ضفاف بحر أزوف وربط إقليم دونباز بشبه جزيرة القرم على الطرف الثاني من الساحل تعرضت مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود لقصف روسي عنيف بسواريخ عالية الدقة وحديث عن إسقاط مروحيتين أوكرانيتين قرب خيرسون إلى جانب استهداف معدات عسكرية في منطقة جيتومير وسط أوكرانيا إقليم دونباز شرقا ما زال هو الآخر ساحة لمعارك ضارية القوات الانفصالية المدعومة من موسكو تقول إنها سيطرت على المزيد من البلدات في الإقليم في المقابل تقول القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على سومي وعلى معظم مدينة ميكولايف شرقا من جهة أخرى لا تزال المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا متواصلة على غرار إسلوفاكيا الجوي لأوكرانيا بشكل سري خلال اليومين الماضيين ميدانيا دائما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجوش أن الجمعة غارات استهدفت 54 موقع عسكري ودمر مخزنا للصواريخ والذخائر في أوديسا جنوب أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية قرب قرية نوفو ميخايلوفكا أعلنت دول مجموعة الدول السبع عن حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية وذلك ردا على تداعيات الحرب في أوكرانيا وقالت المجموعة في بيان لها إنها ستحضر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي بما فيها الطاقة وسيتم توسيع معينة إلى روسيا إضافة إلى القيود على الماواء أو الواردات من روسيا فيما سيتم التشديد القيود على البنوك الروسية والشركات المملكة من الحكومة جمد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بقيمة تقارب 30 مليار يورو في إطار العقوبات المفروضة على خلفية الحرب في أوكرانيا وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن ما مجموعه 29.5 مليار يورو تشمل أصولا مثل السفن والمروحيات وعقارات وقطع فنية صدرت فيما تم حضر 196 مليار يورو من التعاملات دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين إلى التحقيق في جرائم العسكريين الأمريكيين في الرقة شمال شرق سوريا ومقتل عشرات الألاف من المدنيين بقصفهم الهمجي هناك وقال كوزمين خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا الجمعة أن الجرائم التي ارتكبها العسكريون الأمريكيون خلال العملية العسكرية غير المسبوقة في قصوتها يجب التحقيق فيها هذا وأعادت مجزرة بوتشا في أوكرانيا التي رح ضحيتها عشرات المدنيين إلى الأذهان مجازرة كثيرة ارتكبت في حق المدنيين في حروب عديدة دون أن يتم تعليق عضوية الدول التي اقترفتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة كما كان الحال مع روسيا بعد اتهامها بارتكاب المجزرة مجزرة بوتشا هي جريمة حرب ضد الإنسانية سواء تورطت فيها موسكو أو كييف أو طرف ثالث يريد أن يجعل من الجريمة شماعة تعلق أوزارها على الخصوم وكذلك المذبحة الجماعية في ميانمار التي قادها جيش ميانمار أمام مرأة العالم ضد أقلية الروهينجيا المسلمة التي لم تجد بواكلها في هذا العالم الذي يعتمد مقاييسه الخاصة في تصنيف البشر وحقوقهم غزة المحاصرة المجازر فيها لا تحدث مثل بلدة بوتشا في السر والكتمان بل تحدث على المباشر وأمام عدسات الكاميرات وأمام أنظار العالم وأمام مجلس حقوق الإنسان ولكن الدم الفلسطيني في رأي من يديرون لعبة حقوق الإنسان ثمنه بخص لهذا لا يتم تعليق عضوية الجلاد في أي مجلس بل تتم حمايته وتزويده بالسلاح فالإنسان في غزة ليس هو الإنسان في بوتشا روسيا التي يتم اتهامها اليوم بارتكاب مجزرة بوتشا ويتم تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان هي نفسها التي تم اتهامها من قبل بارتكاب جرائم حرب في الشيشان التي لا تختلف عن أوكرانيا لا في التقسي ولا في التضاريس ولا حتى في لون عيون الشعبين فالاختلاف الوحيد أن الشعب الأول له دين والشعب الثاني يعتنق ديناً آخر ومرت الجرائم أمام أنظار من علق اليوم عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان كأنها لا حدث المذابح التي حدثت في السنوات الأخيرة وراح ضحيتها مدنيون أبرياء في عدة نقاط من العالم على كثرتها صارت فيها مذبحة تنسي الناس في أخرى ولكن ثمت مدنيون يطور العالم لأجلهم وآخرون حين يتعرضون للإبادة فإن أقصى ما يمكن أن يفعله العالم لأجلهم هو تصوير أشلائهم والتباكي على مصيرهم أمام هذه المفاضلة بين البشر يسقط العالم بأسره نحو قاع يخسر فيه في كل مجزرة إنسانيته وآدميته فما الذي بقي لمجلس حقوق الإنسان من إنسانية وهو يفرق بين بشر يعترف مثاق الأمم المتحدة أنهم سواسية وواقع الحال يثبت أن هذا المجلس يرى أن هناك شعوبا وجب حمايتها وأخرى المجازر فيها مجرد خسائر جانبية ليس إلا في شأن آخر قالت وزيرة الخارجية الليبية نجراء المنقوش إن زيارتها إلى الجزائر تهدف لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية والوصول إلى انتخابات نزهة والشرعية وقالت رئيسة الدبلوماسية الليبية في تصريح أدلت به عقب استقبالها بالرئاسة الجزائرية قالت إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يبده حرصا شديدا على أهمية استقرار ليبيا جاءت هذه الزيارة لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية ووصولا لانتخابات نزيهة وشرعية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون أكد على التزامه والتزام حكومة الجزائر الشقيق بدعم جهود هذه الحكومة ووصولا إلى انتخابات نزيهة قريبا بإذن الله وأن هذا هو الحل الوحيد للشعب الليبي الشرعية والانتخابات وصولا إلى بر الأمان والاستقرار أيضا تشاورنا في العديد من الأمور الجانبية ما بين البلدين الشقيقين وتناولنا الكثير من الملفات المهمة وكان الحديث دائر حول أهمية الاستقرار لليبيا لأنه استقرار للمنطقة واستقرار لكل الدول العربية ولدور المغرب العربي أيضا تحدثنا وتطرقنا إلى كيف نعالج هذه الأزمة السياسية الراهنة وهي بالصبر وبالحنكة وبالعمل مع شقائنا الجزائريين وصولا لبر الأمان وهو الانتخابات والشرعية قريبا بإذن الله هذا ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل المشهد السياسي الليبي في ظل استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبا وعزم الحكومة الجديدة على دخول طرابلوس لمزاولة مهامها واستمخ خاوفا من أن تكون عودة الاشتباكات المسلحة بين الفرقاء في طرابلوس مؤشرا على عودة البلاد إلى مربع الفوضى ركود سياسي وضع ليبيا اليوم فحسب متتبعين فإن طرابلوس لا تحقق أي تقدم من الناحية السياسية خصوصا بعد فشل إجراء الانتخابات نهاية العام الماضي ثم تعطر الموعد الثاني مطلع العام الجاري لينتظر الليبيون الذهاب إلى صندوق الاقتراع شهر جوليا المقبل وهو الموعد المقترح من قبل الأمم المتحدة غير أن المراقبين يرون مزيدا من الضبابية بهذا الشأن مستقبل ليبيا ترسمه سيناريوهات مختلفة وكل الخيارات الواردة لا تنذر بالخير فسيناريو القسام ارتسم بعد تنصيب حكومة بشغة وتعمق بفرض تبيب تسليم السلطة ما جعل البلاد تقف في مفترق الدرق ففي الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا إلى الأمش من الفرقاء وتوحيد الصفوف يزداد الشرخ يوما بعد يوم الفرقة تلك يعزيها مراقبون إلى الشرخ الكامن بين مؤسسات الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مع ارتفاع التصعيد بلغة السلاح يتبادر سيناريو مسلسل الفوضى الأمنية وهو الأخطر في ظل استمرار التوترات الداخلية وتصعود وطيرة التحركات العسكرية بعد منح ثقة للتشكيلة الوزارية لباشغا شهر مارس الجاري مخاوف تتزايد من عودة انتشار السلاح أما الخوف من الانفلات الأمني فقد جاء بعد أيام من اجتباكات بين التشكيلات المسلحة تابعة لأجهزة الدولة حرب أهلية يتوقع محللون أن تكون الأعنف على ظوء تعقد المشهد السياسي في ليبيا يبدو أن أمد الصراع سيطول وسط ترقب داخلي وخارجي لمصير الحكومتين المتوازيتين لتبقى أمل شعب الليبي إجراء انتخابات قد تنقذ ليبيا من مأزق الحرب إلى الشأن الفلسطيني الآن أعلن رئيس وزراء الاحتلال إسرائيلي نفتالي بنيت أن حكومته تتخذ أقصى درجات التأهبي تحسبا لإمكانية حصول مزيد من الهجمات بعد عملية إطلاق نار خلفت قتلين في القدس مساء والأمس بدوره هدد وزير الحرب بني جانس بفرض ما أسماه ثمنا باهضا على منفذي الهجمات متعهدا بما زعم أنه توسيع للعمليات ضد موجة الإرهاب هذا واستشهد فجر أمس منفذ عملية القدس الشاب الفلسطيني رعد فتح زيدان حازم ذي التسعة والعشرين عاما من مخيم جينين خلال اشتباك مع قوات خاصة للاحتلال في مدينة يافا أفدت مصادر أمنية عراقية أن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو مفخخة مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار وتستضيف قاعدة عين الأسد قوات من التحالف الدولي الأمريكي لكنها تخضع لسيطرة الجيش العراقي في خبر آخر اختتمت الحملة الانتخابية للدور الأول من الرئاسية الفرنسية المزمعة في 12 أفريل الجاري ويشارك في الانتخابات 12 مترشحا يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته إمانويل ماكرون إضافة إلى رؤوس اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان وإيريك زيمور وفاليري بيكيريس ما يشكل معركة انتخابية متجددة بين ماكرون واليمين المتطرف الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الرئاسيات الفرنسية تضع أوزارها لتفسح المجال أمام قرابة 50 مليون ناخب فرنسية لاختيار رئيس للبلاد من بين 12 مترشحا تقدم للسباق نحو قصر الإلزي حملة انتخابية وصفت بالباهتة والتي انخفضت فيها نسب الاستقطاب مقارنة بالرئاسيات الفرنسية السابقة ما يرجح تجاوز العزوف نسبة 28% التي سجلت في رئاسيات 2002 وهي أعلى نسبة امتنع فيها الفرنسيون عن التصويت في تاريخ البلاد صحيح أن 12 مترشحا دخلوا السباق إلا أن سير المعترك الانتخابية منذ بروز أولى معالم قائمة المترشحين يعطي انطباعا أن المنافسة ستنحصر بين اليسار الذي يقوده حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة الرئيس المنتهية ولاية إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف الذي يتسيده حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان يعول ماكرون في مساعي الضفر بعهدة رئاسية ثانية على حصيلة يرى أنها إيجابية داخليا وخارجيا وشعبية بدأ يسترجع نصيبا منها منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتيجة لتعاطف شريحة كبيرة من الفرنسيين مع موقف رئيسهم إزاء الوضع في أوكرانيا فيما يتصيد اليمين إخفاقات ماكرون خلال السنوات الخمس الماضية إن على المستوى الداخلي باتهام فشل حكوماته المتعاقبة في إطفاء له بالمظاهرات التي تسود البلاد أو تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفرنسي أو على المستوى الخارجي بتراجع الدور الفرنسي في منطقة الساحل غير أن بلوغ ثلاث مترشحين شعبويين الدور الأول من الرئاسيات قد يكون نقطة أخرى في صالح ماكرون فهذا النصيب من الشعبويين قد تتفرق بينهم أصواتهم فيما سيكون ترحيل هذه الأصوات إلى اليمينية الذي سيتأهل إلى الدور الثانية أمرا ليس بالهي لسبب نسبة الاستقطاب التي وصلت أحيانا إلى العدائية بين مترشحي اليمين المتطرف نفسه وعن تصويت الجاليات الأجنبية والمهاجرين والمسلمين في فرنسا قال الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور فيصل إزدارن في اتصال سابق مع قناة الجزائر الدولية قال إن هناك جنوح نحو مترشح أقصى اليسار ميلانشو بالنسبة للجاليات الأجنبية والجالية الإسلامية هنا في فرنسا والعربية لمن لديهم طبعا حق التصويت فهناك جنوح نحو مترشح أقصى اليسار ميلانشو لماذا؟ لأن طيلة هذه الخمس سنوات التي وعد فيها ماتران بمحاربة العنصرية ومكافحة كراهية الأجانب إلى غير ذلك فلم يستطع صد لحد الآن صد اليمين المتطرف وعلى العكس فرأينا أن اليمين المتطرف هو على أعتاب الإليزي وبالتالي فبالنسبة للأجانب رأينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك جنوح للرغبة في الانتخاب على ميلانشو لأنه على الأقل الوحيد الذي أراد طرح القضايا الحقيقية التي تشغل بال المواطن الفرنسي في موضوع آخر يرى بنكو جي بي مورغان تيس أنتكو أن أسعار السلع الأساسية يمكن أن ترتفع بحوالي 40% في حال عزز المستثمرون نسبة مخصصات المواد الخام في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم وقال استراتيجي والبنك أنه في المرحلة الحالية عندما تكون الحاجة إلى التحوط من التضخم أكثر ارتفاعا من الممكن أن نرى مخصصات السلع طويلة الأجل ترتفع في النهاية أعلى من 1% من إجمالية الأصول المالية على مستوى العالم متجاوزة المستويات المرتفعة السابقة أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن حوالي 1.79 مليار يورو جمعت على المستوى الدولي لمساعدة دول غرب أفريقيا والساحل لمكافحة مخاطر المجاعة المتفاقمة أزمة الغذاء العالمية تصاعدت بعد فرض بعض الدول الكبرى المنتجة قيودا على تصدير المواد الغذائية سعيا منها لإبقاء إمداداتها الحيوية داخل حدودها تحسبا لتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لمدة أطول فقد دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى جمع مساعدات مالية لمجابهة مخاطر المجاعة في منطقة الساحل الإفريقي ودول غرب إفريقيا المساعدات الدولية التي ناهزت 1.79 مليار يورو تهدف لمكافحة المجاعة المتفاقمة والتي تنذر حسب المنظمة الأممية من أزمة غذائية غير مسبوقة في غرب إفريقيا بسبب الصراعات الداخلية والتغير المناخي وتراجع استراد القمح جراء الأزمة في أوكرانيا خاصة وأن 6 دول في غرب إفريقيا تستورد ما بين 30 إلى 50% من قمحها من كل من روسيا وأوكرانيا تقارير منظمة الفاو تكشف عن معاناة نحو 27 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي من الجوع رقم قد يرتفع إلى 38 مليون بحلول جوان المقبل أي بزيادة تقدر بنحو 40% خبراء اقتصاديون يحذرون من أن تؤدي إجراءات الدول المنتجة للغذاء بوقف التصدير إلى عواقب اقتصادية كبيرة تنذر بأزمة عالمية وأما الأزمة الأوكرانية فتخاطر بإعادة توجيه الأموال التي تزداد الحاجة إليها بعيدا عن غرب إفريقيا حيث أشار العديد من المانحين بالفعل إلى أنهم قد يوجهون التمويل نحو دول الضفة الشمالية هناك في أوروبا حيث عدد اللاجئين في ارتفاع تعاني دولة سريلانكا من أزمة غذاء وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ أزيد من 40 و70 سنة تسببت في بحث الحكومة عن مزيد من القروض الخارجية سريلانكا في مواجهة أزمة اقتصادية حادة بلد مثقل بالديون في ظل نقص النقد الأجنبي أزمة تهدد 22 مليون نسمة من السكان نقص في السلع والمواد الاستهلاكية وموجة غلاء وارتفاع معدلات تضخم الناس ليس لديهم المال بغض النظر عما نكسبه فهذا لا يكفي للعيش لا يمكننا حتى التفكير في الاتخار سيأتي رأس السنة السنهالية قريبا لا يوجد حتى المال الكافي لشراء الملابس للأطفال الأعمال تجارية هذا ما يجب أن أقوله عن الاقتصاد وهي يعاني السلعانكيون من نخص الوقود والكهرباء والأدوية والمواد الاستهلاكية منذ عدة أسابيع كما يؤكد الأطباء أن النظام الصحي بأكمله مهدد بالانهيار لن تحل مشاكل البلاد بطلب قروض جديدة صعوبة العيش ونقص في المواد الاستهلاكية أصبح العيش بحد ذاته مشكلة بالنسبة لنا ومن المتوقع أن تبدأ سريلانكا محادثات مع صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن خطة قروض تلجأ لها كولومبو لمجابهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1948 ختاما تسببت الحرب في أوكرانيا بكساد محصول الموز في الإكوادور حيث لم يتم تصدر مليون علبة من الموز للخارج ما تسبب في انخفاض الأسعار إلى النصف اعتدت موسكو وكييف شراء ما يقارب ربع الموز الذي تصدره الإكوادور لكن الحرب في أوكرانيا تتسبب اليوم في كساد محصول هذه الفاكهة ما دفع المنتجين إلى دق ناقوس الخطر واحد من كل خمسة أنواع من الموز تنتجه الإكوادور يذهب إلى روسيا أي 20% من إنتاجنا و2% لأوكرانيا لقد أثرت هذه الحرب علينا حقا إجمالا لم يتم تصدير مليون علبة من الموز إلى الخارج ما تسبب في انخفاض الأسعار محليا وبالتالي عدم قدرة المنتجين على دفع أجور المزارعين لقد تأثر الجميع بهذه الأزمة ليس المنتجون فقط بل نحن المزارعون أيضا إذ لم يتم بيع الموز فكيف سيتمكن المنتج من الدفع لنا لم نتلقى أجورنا منذ أسابيع تتحمل الإكوادور أكبر مصدر للموز في العالم العبء الأكبر من عواقب العقوبات الدولية ضد روسيا حيث أدى كسد محصول الموز إلى إحالة ستة آلاف عامل على البطالة القصرية نهاية النشرة شكرا على المتابعة إلى اللقاء